رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي يا صناعي أسعد الله ووقاتكم جميعا ركز معي يا شباب الآن دراستنا وتعبنا في الفترة السابقة شيء وتعبنا في الفترة هاي شيء مختلف لازم انجدد المعنويات والهمة والعزيمة كل وقت دراسة تحكي لك إياها كمعادلة اليوم في 24 ساعة نام سبع إلى ثمان ساعات طبعا نازم تنام السبع ساعات حتى تقدر تركز تعطيني باقي الوقت نصفي عندنا من السبع ساعات ثمان ساعات إلى ستتعشر ساعة هذول ستتعشر ساعة شيل منهم ثلاث ساعات إلى أربع ساعات ما بين مثلا خلينا نحكي واجبات اللي بدك توكلهم ما بين صلاة ما بين استراحات نصفي كم معي ثلاثة عشر ساعة لازم تدرس الثلاثة عشر ساعة وأنا بعرف طلاب بدرسه اليوم خمسة عشر ساعة بتقول لي يا مهندس طب أنا بقدرش وبنضغط ليش أنا هو مش إنسان بنضغطش لكن هو عنده نقطة هدف بدي يوصل إليها بده الفترة هاي تحديدا تفرق معاه كل المعدل إذا تعبت واجتهدت يا شباب مسألة مهمة جدا بخصوص مواد التخصص مادة علم الصناعة والرسم الصناعة زي ما احنا عارفين هذول المواد برفع عن المعدل العلم لحاله عليه عشرين علامي في المعدل والرسم بأخذه أعلى بينه وبين المشروعات لحاله عليها كم لحاله عشرين علامي بصف عنا أربعين يعني إذا جمعت في المواد الثانية شباب ستين قريب لنص المعدل اللي هو أربعين علامي بيصير معدلنا إيه شمية فأنا بدي أنتبه لهذول المواد بدي أكثف عليهم دراسي ما استطعت يفضل بالنسبة لمادة الرسم ادخلها في نصف المواد كيف؟ لنفرض أنك أنت معظف البرنامج مثلاً أربع أيام فيزياء أو مثلاً عربي رياضيات لو تدرس كل يوم ساعة ونصف تقسمها فترة الظهر وفترة المساء قبل ما تنام لمادة الرسم مثلاً درست الصبح أربع ساعات متواصلات بتركيز مثلاً فيزياء بعدها قلت بدي أرسم رسمي أو بدي أدرس ساعة رسم مثلاً درست نص ساعة الرموز عمادة الحفظ أسمت لك نص ساعة هيك رسمي بعدها كملت الدراسي على الفيزياء مش رح تأثر على برنامجك على الأكس رح تجدد المعنويات والهمة وتغير جو هيك في مادة الرسم فأنا بنصحك شو ما أنت ماشع برنامج بشكل عام للرسم أعطيك اليوم ساعة ونصف ساعتين يا شباب بالنسبة لمادة العلم لازم أنك تتعب عليها ما استطاعت زي ما حكيت لك هاي المادة بترفع المعدل وثق تماماً بأنه المتحانات فيها مواد التخصص رح تيجي سهلة وبسيطة من المنهاج ما بيطلع من المنهاج نهائياً فرستك تجيب فيهن علامة عالية حسب تعبك الفترة هاي تحديداً سهلة لأمور بسيطة يا شباب أكبر كارثة عطالب التوجيه أنا بعتبرها التلفون لازم اترتب له برنامج بحيث أنه أنت تحكي مثلاً أنا فترة الظهر بدي أمسك التلفون نص ساعة وفترة مثلاً المغرب نص ساعة فقط بحيث أن أنا أشوف شوفي يعني أسألي نزلة جديد أو أراسل أي أستاذ أو مهندس بشكل عام أسأله أي استفسار ما بدي إياك تضحك على نفسك السيرو تقول أنا بدي أشوف المادة الفلانية وتأخذ من وقتك ضروري قرية التركيز كيف يعني قرية التركيز تقرأ أربع خمس ساعات متواصلات مش تدرس ساعة ساعة ونص تفكر حالك منجز وظلك تتلهى ضروري يا شباب تثبت الفترة هاي تحديداً تراستك وحفظك أي صفحة بتدرسها تراجعها وتثبتها بسألوني بعض الطلاب يا مهندس عدة الرسم لازم أخذها معي على امتحان طبعاً بدخل معاك العدي كاملة المصطر المثلثات الشبلونات كلها تدخل معك على امتحان الوزارة ضروري أنك تأخذها معك يا شباب والامتحان راح يجينا عبارة تقريباً أربع أو خمس رسمات عليه 150 علامي 50 أو 60 علامي على مادة الحفظ حسب كل تخصص فأنا فرصتي في الرسم ما بيطلعوا نهائياً من أي سوال ولا أي فكرة فرصتي نجيب في علامي كاملة بكل سهولة إذا أنا تتعبت ودرست عليه حتى الفترة يبتلحق أنك تتعب وتركز فيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح عليكم فتوح العارفين حياكم الله وطلاب الأعزاء بالتوفيق لكم جميعاً اشتركوا في القناة